اتبعوا على قناة الاولى مباشرة اهلا بكم الى نشرة الظاهرة وتتابعون في ابرزي العنوية بالذكرى السادسة والاربعين المسيرة الخضراء اشادة الخطاب الملكي بالمواقف المشرفة للعديد من الدول التي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه ودعوة لباقي الشركاء للخروج من المواقف المزدوجة والذبابية ودعم الشرعية خدمة للامن والستلم رفعوا حذر التنقل الليلي بمجموعة تراب الوطنية يدخل اليوم حيز التنفيذ قراروا اتخذته الحكومة تثمين لنتائج الايجابية التي تحققها الحمل الوطني للتلقيح وانعكاسات ذلك على تحصن الوضعية الوبائية بالمملكة انطلاق فعاليات الايام العلمية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير اساتذة وخبراء مغاربة واجانب يطرحون موضوع الرقمنة والعلوم للنقاش اهلا بكم من جديد صراحة ووضوح ورسائل مباشرة للرأي العام بمناسبة الذكرى السادس والاربعين للمسيرة الخضرة رسائل تشيد بالمواقف المشرفة للعديد من الدول التي اكدت بما لا يدع مجارا للشك اعترافها بمغربية الصحراء ودعوة لباقي الشركاء للخروج من المواقف المزدوجة والدبابية ودعم الشرعية وسيادة المغرب على اقالمه الصحراوية خدمة للامن والسلم امين علام ومحمد حسن مسكور الحمد لله والصلاة والسلام والمولانا رسول الله وآله وصحبه شابية العزيز اشادة ملكية بالقرار الامريكي القاضي بمغربية الصحراء وتأكيد من جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادس والاربعين للمسيرة الخضراء عن اعتزازه بهذا القرار السيادي باعتباره نتيجة طبيعية للدعم المتواصل الادارات الامريكية وهو توجه يعزز العملية السياسية نحو حل قائم على مبادرة الحكم الذاتي في اطار السيادة اعتراف اضفى زخما على الخطوات التي اقدمت عليها العديد من الدول الشقيقة والصديقة في فتح قنصرياتها بمدينتي العيون والدخلة اعترافات تؤكد واقعية واستدامة المقاربة المغربية لحل هذا النزاع المفتعل هذه الاعترافات اكدت بالملموس بان المقاربة المغربية في معالجة هذا النزاع المفتعل هي مقاربة صلبة ومستدامة ومقاربة واقعية وعملية وكذلك يمكن ان تشكل الحد الأدنى من التوافق لحفظ المصالح الدولية لاننا امام صراع في منطقة تعتبر الان من المناطق الاستراتيجية في العالم وبالتالي دور مجلس الامن وهو استتباب الامن والاستقرار من اجل تسير حركة رؤوس الاموال والاشخاص وتأكد هذا من خلال كذلك المقاربة التي اعتمدتها المملكة المغربية فيما يتعلق بادارة وتدبير ازمة معبر القرقارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله اكد ايضا في خطابه السامي ان مغربية الصحراء لم ولن تكون مطروحة للتفاوض بل ان المملكة المغربية تسعى لايجاد حل سلمي لهذا النزاع والمغرب هنا بحاجة الى مواقف اكثر جرأة ووضوحا لشركائه لدعم الجهود المبدولة للوصول الى حل نهائي لقضية الصحراء ذلك ان التردد او الضبابية في المواقف لدى بعض دول يجب ان يمحي لذلك فقضية الصحراء تقتضي ان تكون هناك مواقف واضحة من الدول التي تتعامل مع المغرب وهذا يفيد من بينما يفيده ان علاقة المغرب بهذه الدول يجب ان ينبني على موقف واضح من قضيته الوطنية الاولى ثورة اقتصادية تعيشها الاقاليم الجنوبية ومسلسل تنموي يسير بخطة حثيثة بسواعد مغربية وبدعم من الشركاء الحقيقيين للمملكة والمغرب لم يعد فيه مكان لاصحاب المواقف المزدوجة بل لمن يساهم في البناء والنماء واستتباب الامن والامان في واحدة من اهم المناطق الاستراتيجية في العالم ونتحول الى مدينة طنجة ونربط الاتصال بالسيد حذيفة امزيان استاذ جامعي وعضو مجموعة الدراسات والبحوث المتوسطية اذا استاذ المغرب يتمسك بالمسار السياسي الاممي وبالخيار السلمي وفي نفس الوقت يدافع على مواقفه بكل حزم ما هي المحددات التي رسمها خطاب جلالة الملك فيما يتعلق بالتسوية السياسية لهذا الملف والرسائل المباشرة للرأي العام الوطني والدولي وللاطراف الحقيقية في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء شكرا على استضافة حقيقة الخطاب جلالة الملك الذي جاء فيه بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين للمسيرة الخضراء كان واضحا وكانت خارطة طريق يعني واضحة للملأ يعني سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي فالمغرب دائما لا يناقش مغربية الصحراء فهي بديهية ولن تناقش ما يناقشه مع هو الحكم الذاتي المقترح الذي قام به واعتمدته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأخير وحتى السابق فأعتقد أن المحددات الكبيرة هو أن المغرب يعني اعتمد سياسة تنموية كبيرة جدا وكذلك يحترم كل قرارات مجلس الأمن ويوضح أن مغربية الصحراء هي لا نقاش فيها والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وكذلك أعتقد أن جاء الوقت لكي توضح كل شركاء مواقفهم تجاه المغرب نحن نعرف أن ما الآن أقوى دولة على الصعيد الوطن الدولي الولايات المتحدة اعترفت بمغربية الصحراء كذلك هنا ما يزيد عن أكثر من 24 قنصليات ديالدول التي فتحت قنصلياتها في أقاليمنا الجنوبية وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن مغربية الصحراء لا جدل فيها وأن مصدقية القرارات الأمم المتحدة وكذلك عدالة القضية الوطنية هي عدالة لا رجعة فيها فأعتقد أن الآن على المنتظم الدولي أن يعي ما جاء في هذا الخطاب لأن هذا الخطاب كان واضحا كانت خالط الطريق لجميع المكونات الوطنية والدولية وأعتقد أن الآن على الأمم المتحدة وعلى الطرف الآخر الجزائر التي هي معنية بدرجة أولى بهذا الملف أن تنخرط في هذا المسلسل وتحترم كل قرارات مجلس الأمن نعم طيب تأكيد ملكي حول كون قضية الصحراء المغربية تعرف دينامية إيجابية لا يمكن توقيفها يجسدها الدعم الدولي الواسع للوحدة الترابية للمملكة إذن كيف تساهم هذه المواقف الواضحة في دعم المصار السياسي لحل هذا النزاع المفتعل أستاذ أعتقد أن قضية الصحراء هي قضية وطن قضية شعب وقضية ملك طبعا وبالتالي كل ما قام به المغرب من أجل إرساء ديمقراطية على مستوى هذه الجهات وعلى المستوى الجهات كلها كذلك كل التنمية أو مخطط تنموي الذي اعتمده المغرب منذ سنوات وخصوصا منذ خمس سنوات الذي اعتمد مخطط بنيوي اقتصادي يتمحور على عدة مشاريع كبرى منها الطرق الصيارة منها ميناء الدخلة منها مرافق صناعية تحلية المياه واعتماد الطاقة الطاقات المتجددة كل هذا يبين على أن المغرب سائر في تنمية هذه المناطق وهذه المناطق المغربية الجنوبية وكذلك يبين على أن هناك وضوح في رؤية المغرب وحتى وضوح عند شركائنا كلهم من كل القارات فلذلك أكد جالة الملك على أنه جاء الوقت على أن لبعض الشركاء أن يكونوا واضحين مع أنفسهم في التعامل مع هذه القضية المغرب لن يتنازل ولن يناقش ولن يتعامل مع دول لم تبين وضوحا في رؤيتها ولن يتعامل تجاريا واقتصادي مع الدول التي ليس لها وضوح من هذه القضية القضية الوطنية السيد حذيفة أمزيان أستاذ جامعي وعضو مجموعة الدراسات والبحوث المتوسطية شكرا لك على كل هذه التوضيحات اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007 وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الثمانية عشر لمجلس الأمن الدولي الصادر منذ عام 2007 بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية والتي كرست أيضا سمو مبادرة الحكم الذاتية التي قدمها المغرب والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة رفع حذر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني يدخل اليوم حيز التنفيذ قرار اتخذته الحكومة تثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحامنة الوطنية للتلقيح وانعكاسات ذلك على تحصن الوضعية الوبائية بالمملكة واعتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية واستنادا للمقتضايات القانونية المتعلقة بتدبير حالة التوارئ الصحية التفاصيل قررت الحكومة اتخاذ مجموعات تدبير تشمل مواصلة العمل بإزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو بشهادة الإعفاء من التلقيح للسفر إلى الخارج والولوج لجميع الفضاءات المغلقة من مقرات العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات إلى غير ذلك من المرافق العمومية كما تشمل هذه التدابير السماح بالتنقل بين العمالات والآقالين بدون الإدلاء بأي وثيقة والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين وأكدت الحكومة على أنها ستحرس على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة وحثت غير الملقحين والمعنين بالزرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح تعزيزاً للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية وفي حصيلتها النصف الشهرية أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل المادة التنازلي للحالات الإيجابية للإصابة بكوفيد-19 المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين مؤكدة بذلك انتهاء الموجة الثالثة الانخفاض شاملة كل مناطق المملكة دون استثناء عبد المجيد الحلاوي أكدت وزارة الصحة في ندوتها نصف الشهرية أن الحالة الوبائية ببلادنا في تحسن مستمر يشمل كل المؤشرات في كل الجهات وهكذا واصلت نسبة الشفاء ارتفاعها لتبلغ 98% عدد الوفيات انخفض بـ 19.6% وعدد الحالات الحرجة تقلص بدوره بـ 30% وزارة الصحة حددت أسباب الحالات الحرجة والوفيات في الكبر في السن والأمراض المزمنة والثمنة والحمل وعدم التلقيح أو التلقيح إذا مر على الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر توصي وزارة الصحة بتحصين المكتسبات المحققة ببلادنا من خلال نهج السلوكيات الوقائية والاستمرار في الحملة الوطنية للتلقيح ونربط الاتصال المباشر اللحظة من أغادير بالدكتور عبد المجيد الشريبي عميد كلية الطب والصيدلة بأغادير مرحبا بك سيدي إذن اليوم مجموعة من التدابير الجديدة تدخل حيزة تنفيذ من بينها رفع حذر التنقل الليلي والسماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأي توطيقة مع أداء الجواز الصحي بنظركم هل على أي أساس تم اعتماد هذه التدابير الجديدة؟ شكرا على الاستضافة فعلا المغرب الحمد لله بعد الموجة اللي يعرف في يوليوز وفغوشت تعرفوا المنحات التنازلي منذ عدة أسابيع أكثر من 12 أسبوع بالنسبة للإصابات بالفيروس الكوفيد 19 وبنسبة حالة الشفائية والحالات الحريجة فهذا الإجراء على كل حال كان منتظر وكان ينتظر من طرف المواطنين وهذا الإجراء جاء كما قلت يعني بعد توصيات ديال الجنال العلمية والتقنية اللي خدات الوقت الكافي باش أنها تأكد أنه الحمد لله نحن مازال في منحة تنازلي وأنه يمكننا يمكن للدولة والحكومة تخفف من الإجراءات وتسمح بهذه الفرص التي أعطتها بالتجول الليلي والتنقل بين المدن والأقاريم بدون الرخصة وكان بعض احترازات كما تكرتوا لأنه مهمة حيث لا بد سنعرفوا بأنه كوفيد 19 ما زال موجود أغير البارح ستجننا 159 حالة وخمسة الوفيات ولكن في منحة تنازلي وماذا كان الخطر ولهذا فمنعت بعض التجمعات الكبيرة بعض الحضور المباريات وثم لبدأ بالإدلاء لبدأ جاوز القح في مثلا في الفضاءات الكبيرة التجارية وبعض الأفضاءات الأخرى وهذا كله تيجع لنا أن نكون حاضرين ولكن الحمد لله نحن في حالة مريحة بالنسبة للوباء لكوفيد 19 نعم إذن المؤشرات الوبائية في المستوى الأخضر حيث الحالات الإيجابية تواصل الانخفاض وكذلك الحالات الحرجة والوفيات يعني كل هذا في ضل تواصل الحامنة الوطنية للتلقيح هل بدأنا نقترب من مرحلة الحماية الجماعية ضد الوباء فعلا نحن الآن حسب الإحصاءات الوزارة الصحة كسر من 24 مليون المغاربة اللي اخذوا الجرعة الأولى وكسر من 22 مليون المغاربة اللي اخذوا الجرعة الثانية وكسر من مليون ونص المغاربة يخذوا الجرعة الثالثة إذن يمكننا نقوله أننا وصلنا الثلاثين دي المغاربة اللي ملقحين كاملا فقربنا لأن المبتغى بالنسبة للاختصاصين في الإبيديميولوجيا وفي العلوم الصحات يقولوا أنه باش تكون مناعة الجماعية تكون تكون على الأقل واحد سبعين ثمانية في مية دي المواطنين ملقحين فهذا شيء مهم مهم جدا غيمكننا نقوله نقول المواطنين أنه شفنا إما في وسط الأسر دينا أو في وسط العائلة أو في الأصدقاء أو في زملاء العمل ما كيشي واحد فينا اللي ما تعرفش شيء واحد شخص أو عدة أشخاص اللي صبهم الكوفيد أو لا قدرها كان قاعد توفوا بهذا المرض أو نعتوفوا في المشفى ولهذا هذا المرض راه موجود ولا دينة وإحصائيات ولا جمعة معدل دي الناس اللي ماتوا من هذا الكوفيد والتي تتقدم ب15 ألف تمكننا نقوله بأنه الكوفيد بصفاء يعني بالمعدل قتل شخص واحد في كل ساعة فهذا 20 ساعة لـ 20 شهر اللي مضوا فالحمد لله لأن الأمور ماشية في الملحنة تنازلي وأنه الناس اللي تعدوا 6 شهر في الجرعة الثانية خصوهم يديروا جرعة الثالثة باش يمكنهم يغطيوا هذا المنع أو يتبطوا المنع ديرهم نعم وثم ضروري الفكرة واضحة دكتور إذن الدكتور عبد المجيد الشريبي عميد كلية الطب والصيدلة بأقدير شكرا لك على كل هذه التوضيحات إذن وعبر العالم تجاوزت إصابات فيروس كورونا حاجز 250 مليون إصابة مؤكدة وتحتل أوروبا النصيب الأكبر من هذه الإصابات وفي فرنسا أعلنت وزارة التربية الفرنسية إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في جميع المدارس الفرنسية للحد من الموجة الحالية للوباء وذلك انطلاقا من الأسبوع المقبل إبراهيم المرزوقي أزياد من 250 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من 5 ملايين و50 ألف حالة وفاة هي الحصيلة الإجمالية لضحايا بروس كورونا المستجد وسلالات المتحورة حول العالم وعلى مدى الأيام السبعة الماضية تم تشجيل حوالي 449 ألف إصابة جديدة يوميا على مستوى العالم وذلك مقابل 400 ألف إصابة منتصف أكتوبر وقد حازت القارة الأوروبية على أزيد من 60% من هذه الأرقام وفي خطاب له أمس أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن الموجة الخامسة من الوباء في أوروبا بدأت في المملكة المتحدة وفي ألمانيا حيث يتم تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة إضافية جديدة كل يوم وقد طمأن ماكرون إلى أن الوضع في فرنسا أفضل ومع هذا فقد أعلنت وزارة التعليم الفرنسية عقب خطاب ماكرون أمس إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في جميع المدارس الفرنسية ابتداء من الاثنين القادم للحد من موجة الوباء من جهتها أشارت منظمة الصحة العالمية أمس أنها تنتظر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا والتي قد تشمل بخاخات أنف وأدوية تكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبار نعود للخبر الوطني من بن جرير حيث انطلقت بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية فعالية الأيام العلمية حول موضوع الرقمنة والعلوم أساسدة وخبراء مغاربة وأجانب يطرحون للنقاش التحولات التي تشهدها العلوم وكيف يمكن للرقمنة أن تساهم في خلق التواصل بين الباحثين والخبراء والجماهير تحولات كبيرة وغير مسبوقة يشهدها العالم تواكبها ثورة علمية وتكنولوجية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مكان الإنسان أو الجماهير من هذه العلوم معادلة أضحت أكثر إلحاحا في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 ندوة الرقمنة والعلوم التي تطرحها للنقاش جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير يحاول من خلالها العديد من الخبراء مقاربة هذا الموضوع من خلال مناقشة دور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في تقريب العلوم للناس أخدا بعين الاعتبار العديد من الضوابط بما فيها الأخلاقيات والحكمة هذا فضاء للتجارب يشارك فيه خبراء سيقدمون عروضا حول مجالات الرقمنة والصحة والمجتمع بصفة عامة وسيناقشون أيضا موضوع الأخلاقيات والحكمة وهي مواضيع ضرورية نرى أن كل المجالات العلمية معنية بالرقمنة هذا الصباح ناقشنا الفيزياء والرياضيات والطب وعشية اليوم سنعرض لعلوم الفضاء مجال يحظى بالأهمية في المغرب على مدى يومين تطرح في هذا اللقاء للنقاش العديد من المحاور تتناول إلى جانب أثار الرقمنة على العلوم موضوع الفضائق رهان في عالم الرقمنة الرقمنة والأخلاقيات الرهانات العلمية الأخلاقية والسياسية للذكاء الاصطناعي والأبعاد الدولية لبرنامج آفق التعاون المغرب أوروبا وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بن جرير السيد هشام الهبطي رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير أهلا بك سيدي إذن في البداية بل هدف من طرح هذا النقاش أو يعني الموضوع العلوم والرقمنة الهدف من هذا النقاش هو إعطاء الفرصة لخباراء دوليين باش يتشاطروا معنا الأبحاث اللي يخدمين عليها يتشاطروا مع الباحثين مع التلاميذة هنا في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في ثلاثة ميادين في مجال الصحة مجال الذكاء الصناعي ومجال الذكاء الرقمي بالنسبة لنا الهدف هو إعطاء الفرصة لجميع الناس أنهم يفهموا الأثار ديل هذه الأبحاث العلمية في هذه الميادين على المجتمع على الأخلاقيات ديل المجتمع وعلى التطور الاقتصادي والتنموي ديل البلادنا ديل إفريقيا وديل العالم بأكمله طيب ما هو يعني دور الجامعة في التكوين والتأطير وإيصال المعلومة العلمية ليس للطلبة فقط بل للشرائح المجتمعية الواسعة كما كتعرفوا جميعات محمد السيد متعددة التخصصات استثمرت في هذا المجال الرقمنا لأننا عارفين أنه هيكون عنده واحد تأثير كبير في السنوات المقبلة على النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي كما كتعرفوا جميعات محمد السيد متعددة التخصصات كنت عندها دابا مركز البيانة الضخمة داتا سنتغ هنا في مدينة بن قرير استثمرنا في الحاسوب أقوى حاسوب في إفريقيا اللي كيمكن يدير ثلاثة مليارات المليون ديال العمليات في التانية الواحدة إضافة إلى هذه الاستثمارات كنت استثمروا في شعب التعليم في ميدان سيونس دوني في ميدان كومبيوتر ساينس عندنا مدرسة العندسة الرقمية وهذا كل شيء كنديروه في جميع الميادين في ميدان الساحة في ميدان الفلاحة في ميدان الصناعة هذه الاستثمارات كلها كنديروها بالنسبة للتناميذ والنسبة للباحثين في الجامعة وفي المغرب بأكملها كما كتعرفون جامعة ستكون صرح البحث العلمي صرح الإنوباسيون هنا في إفريقيا في القارة بكاملها سيد هشام الهبطي رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير شكرا لك على مساهمتك معنا ضمن هذه النشرة تحت شعار انطلاق جديد للوساطة بعد الأزمة احتضنت العاصمة الاقتصادية الاجتماع الخامس لوكلاء ووسطاء التأمين التفاصيل مع فاطنة بوت ومصطفى ودة بعد أن حجب فيروس كورونا عقاد الاجتماع سنة 2020 يلتأم هذه السنة لتدارس مواضيع تهم الرقمان كرفعة للأداء وعلاقات الوسطاء مع الشركات فضلا عن التطورات التي يشهدوا القطاع توصيات اللي نقدرون نخرج من هذه الملتاقة وهو على سبيل المثال نود مراجعة النصوص المتعلقة بشرط الولوج إلى مهنة وكيل تأمين نحدد نطاق عمل الأبناء وشركات الاعتمان الصغرى وكذلك تأتي الرقمان على مهنة وسيط التأمين إذا قلنا الرقمان واش هيكون وسيط التأمين واش هيتبع هذا الاتجاه الجديد لشركات التأمين نحو الرقمان ولهذا نريد دعما حدا من هيئة المراقبة وشركات التأمين للمضي بهذا المشروع القانون القدام محاور متعددة سيتدرسها الاجتماع منها الرقمان والمخاطر المرتبطة بالنسبة لوسطاء التأمين ضور شبكة التوزيع وإعادة قراءة مسودة الكتاب الرابع من قبل الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب من برد المشاكل الوقعات في خلال الجائحة هي مشكل ومشكل دي بلسمن للكليان في الغرز جانس لهذا كان هناك طرح مشكلة الرقمانة اللي كان حاولون الدولة اللي يقدر يكون حل فيما بعد هذه المشكلة هذا مشكل كبير يعني منه ووكلة التأمين ونحن الوحيدين في إفريقيا ولا في أوروبا اللي كان نعاني المشكل لخصم لاتفيا سور الكوميسون عندنا دون كالو لفيدراشون عندنا وحد دينانستانس اللي يمتبع هذه المشكل مع فرقاء في البرلمان ومع كذلك مع لجنة الدرائب اللقاء تنظمه الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين في المغرب والتي تعمل بالقطاع منذ أزيد من 27 سنة لتعزيز مهنة وسيط التأمين الذي يعد حلقة وصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى وذلك في إطار قواعد المنافسة وأخلاقيات المهنة وتنظم إلينا اللحظة السيدة نورة بالخيات عدوة بالجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين في المغرب أهلا بك سيدتي إذن جائحة كوفيد 19 غيبت دورة 2020 حدثينا عن تداعيات الجائحة على القطاع وكيف استطعتم تجاوزها شكرا على المشاركة جائحة كوفيد 2020 كانت عدد من المؤمنين عانوا بزاف منها وكان يبزاف ديال المؤمنين اللي يشدوا يشدوا المحلات ديالهم لأن الأغلبية كانوا تيأمنوا على تأمين السيارات وبحيث كان الناس موقفين وليس يتحركون دونك عانوا بزاف من هذه الأزمة ديال كورونا دبتا نحاول نتحدثها بهذا حنا في ديال فيدرالية قدنا بعدها في العام ديال الجائحة قدنا نقبطوا واحد الاستفادة مالية من طرف من طرف شركة التأمين وحاولنا نيجوصينا مع شركة التأمين باش يعطيوا واحد الكريدي للناس باش تعاون باش تخلص يشارج بواحد لطو هابط بزاف وحاولنا نيجوصيب حيث كان عدد من المؤمنين عندهم بروتوكولات مع شركة التأمين دوك اعطيوا واحد المغاطوة ديال تلت شهور هاد شي كله ساعد بعض المؤمنين باش يتجاوزوا هاد الازمة واليوم هاد هاد اللقاء هاد غادي ساعدنا باش نشوفوا كيفاش نحاولوا نحاولوا نحسنوا نحسنوا المدخول نحسنوا المدخول ديال المؤمن وعاد من خلال رقمنا من خلال المشكلة ديال لاتيفيا لأننا نحن نعاني من هذه المشكلة ديال لاتيفيا في بلدنا لبلدان الأخرين ما عندهم مش هذه المشكلة ونحن الوحيدين اللي نعاني ومن لدو بالتاكساسيون طيب سيدة بالخياط من محاور لقاء إعادة مسودة الكتاب الرابع ما هي أهم مضامين الكتاب وإيجابياته الولوج إلى المهنة أولا وثانيا العلاقة بين المؤمن والمؤمن وواسيط التأمين وواسيط التأمين بما يخص الرقمان هذه عندنا مهمة بزر لأن الكتاب الرابع يحدد هذه العلاقة هذه طيب سؤال أخير سيدة بالخياط ما هي أهم توصيات المنتظر الخروج بها في هذه الدورة وهي الدورة الخامسة من أهم توصيات سمح لي مساج إذن أهم توصيات المنتظر الخروج لهذه الدورة الخامسة توضي نحن هذا اليوم نريد أن نخرج به بعدد من التوصيات أولا بخصوص الرقمان نعرف إذن هذه الدورة اللولة هذه اللي خدمنا فيها على الرقمان بأن الرقمان لا يريد أن تخلعنا بأن هذا لا بد منه ونحن نصلح الرقمان أن تتعصر يتعصر لأن التوصيات للتوصيات ولمواتر في المواتر ومواتر 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 سيدة نورة إذن مع اقتراب موسم الشتاء الذي تنخفض خلاله درجات المحرار إلى مستويات قياسية عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة بإقليم تونات اجتماعا خصصا لوضع الإجراءات المزمع اتخذها خلال موسم التساقطات وفألي عقبي ومصطفى الزاهري المصالح المختصة تجتمع بإقليم تونات لمواجهة موجة البرد المحتملة التي تشادوا خلالها المناطق الجبلية تساقطات سلجية مهمة تكسو الجبال وتقطع الممرات الطرقية خصصت أشغال هذا اللقاء لتقديم مخطط العمل الإقليمي للتخفيف من أثار موجة البرد وتداعيات التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجاوية على ساكنة المناطق المستهدفة والوقوف على الإجراءات العملية المتخذة من طرف مختلف المصالح والقطاعات المعنية المديرية الإقليمية لتجهيز والماء بتونات أعدت العدة ووضعت كل التدابير والإجراءات لفك العزلة على مناطق الجبلية وكذلك لإزاحة السلوج على الطرقات توفير الآليات وتوفير المواد وكذلك المحروقات من أجل الدخول كذلك تم تعبئة جميع الموارد البشرية بالتنسيق مع السلطة الإقليمية وذلك من أجل فك العزلة على الساكنة في أجال جد محددة تبلغ الشبكة الطرقية التابعة لإقليم تونات 1300 كم ما يفوق 100 كم منها تعرف تساقطات سلجية مهمة تؤدي إلى انقطاعها وتوقف حركة السير بها بشكل دوري إلى التذكير بالعنوين في الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء إشادة الخطاب الملكي بالمواقف المشرفة للعديد من الدول التي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه ودعوة لباقي الشركاء للخروج من المواقف المزدوجة والضبابية ودعم الشرعية خدمة للأمن والسلم رفع حذر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني يدخل اليوم حيز التنفيذ قرار اتخذته الحكومة تثمينا لنتائج الإيجابية التي تحققها الحمل الوطني للتلقيح وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة انطلاقوا فعالية الأيام العلمية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنغرير أساتذة وخبراء مغرب وأجانب يطرحون موضوع الرقمنة والعلوم للنقاش شكرا لكم على المتابعة وطابة أوقاتكم بكل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة